السلام عليكم الناس الكل معكم اليوم احمد كابو كي العذاب في فيديوه اليوم نتقابله في الابيزود 6 من GAMING NEWS وليش نحكيه فيها السورته على اخبار من ميكروسوفت و سوني اهم اخبار بالنسبة اليوم اليوم عملت ميكرو كرافات وعليه ما عملش فيديوهات المدة هذي الكل خاطرني كنت لها بالدفوارات والجا برميرا لا ومربوط بالدفوارات مشكيه ما يريد بها الاخر مع الدميس نحن لذا نحن نحن في الابيزود من GAMING NEWS تم الاعلان في حفل Global Game Awards لأحسن لعبة في العام وأحسن استوديو تطوير واللي كانت مناصيب The Witcher 3 والستوديو متاحها CD Projekt Red اللعبة تصدرت في برجة مجالات أول حاجة كأحسن لعبة وثاني حاجة كأحسن Open World Game وأحسن Sound Effects بالنسبة للFPS Star Wars Battlefront كانت الربحة وزيدها أحسن الجرافيكس عندها هنا بالنسبة لموبا جيمز زاد جي دوتا 2 في المركز الأول بعدها League of Legends بالنسبة Horror Games Until Dawn وبعدها Dying Light ونختمه بأحسن Sport Game FIFA 16 وأحسن Online Game GTA V لو نتعديو الأخبار السونية لأكدت تقارير إنها باعت 30.2 مليون PS4 من اللي خرج قبل عامين والمفاشأة أنها باعت 11 مليون كونسول في 2015 كهو رغم اللي ما زالوا شهرين متاع العياد والعطل والأرقام هذه تحسنت بنسبة 15% على العام ليفت أكدت كونامي نيتها بشتطلق نسخة مجانية من Pro Evolution Soccer 2016 واللي بشتكون موجودة في 8 ديسمبر ولكن للأسف ما تم العلن عليه إلا على ال PS3 وال PS4 وبشتضمن نسخة هذه الإكزيبيشن مود بساتيكيب وزاد المود متاع مايكلاب كونامي قالت أنه لميزة جور والباتش الكل اللي بش يجيب لل Pro Evolution Soccer 2016 بش يكونوا زادة موجودين لل Free Process فار كراي برايمر شكون اللي ما قادش بيعت وهو يتفرج في هكا تريلر أما وقتها يوبيسوفت ما تطنيش تفاصيله الجامرس قادوا يستنيوا في جيم بلاي وأخيرا جوبة يوبيسوفت وقالت أنه العرض الجديد بش يكون في مارة Game Awards المارة هذه بش يكون فيه تقديم عشرة ألعاب جدد عشرة عناوين قوية مش من هكا النوع العادي هذا حسب ما قالوا أما إن شاء الله معناتها يكونوا العناوين هذو ما في طموحاتنا وإن شاء الله سنقدم عنكم كل عادة النيوز متاع المارة هذه في إبيزود من Gaming News حاجة طيارة برشة عملتها سوني بعدما عملت كود 10% off بالنسبة لليوزر متاع البلايستيشن ستورم في أمريكا يعني أي واحد عنده كونت أمريكي ينجم يشري حاجة يعني جو أو ألا حتى بلايستيشن بلوس أو ألا أي حاجة موجودة في البلايستيشن ستور متاع أمريكا يطيحو لك 10% off وقت تعمل الكود هذية وبالنسبة للحكاية هذية حبيت معناتها للي بش يشري في عوض يمشي مثلا يعمل لعبة ويعمل 10% off ديريكت ليلها يعمل لعبة مثلا ويزيدها ترواموها متاع البلايستيشن بلوس وبعد في الكل وقت بش تعمل برشة تعمل الكود هذية يطيحو لك 10% في اللعبة والبلايستيشن بلوس وكي تكون انت ربح كانت هذية الأفزاد 6 من Gaming News إن شاء الله تكون عشبتك لا تنسيش تعملنا لايك سبسكرايب وشير وكومنت زادك كان معكم أحمد كابو من موقع تينيزين جيميرز إن شاء الله نتقابلوا مرة جاية في الأفزاد 7 من Gaming News السلام عليكم